اشتركوا في القناة في هذا البحث او في هذه البحوث او في هذه المواقف التي اصطلحنا عليها مواقف في الصميم ان نجيب على جملة من التساؤلات ومن المقاطع التي انتشرت في الشبكة العنكبوتية او في المواقع الالكترونية بعض هذه المواقع كانت تمثل رأيا فتوائيا من صح التعبير يعني كما في الآونة الاخيرة عندما قلنا انه على نحو الفتوى يجوز التعبد بجميع المذاهب الاسلامية وقع كلام هناك بين من استمعوا الى هذا المقطع وكانت لهم ردود بعضها ايجابية وبعضها سلبية ولكنه نحن نحاول ان شاء الله تعالى في هذه الحلقات في هذه المواقف في هذه الابحاث ان نشير الى الموقف الذي نتبناه سواء كان على المستوى العقدي او على المستوى الفكري او على المستوى الفقهي ونحاول بنحو الاجمال ان نذكر المبنى الذي نعتقده او الذي نتبناه واذا كان هناك مجال لان نشير الى الدليل بنحو الاجمال ايضا سنشير اليه من هنا واقعا وصيتي وتوقعي من الاعزة ان هذه المقاطع اللي في الاعم الاغلب لا تتجاوز العشر الدقائق انهم اذا ارادوا ان يفهموا المسألة ان يستمعوا الى المقطع كاملا لا الى مقطع دقيقة او دقيقتين او ثلاث او اقل او اكثر هذا اولا وثانيا انهم يربطوا او يجعلوا هذه الابحاث كجملة واحدة لعله نحن في حلقة واحدة لا نستطيع ان نعطي المطلب حقه ولهذا نضطر في حلقتين او ثلاث او اربع او اقل او اكثر نقف عند المسألة ولكنه قبل الدخول في هذه المواقف وفي هذه البحوث بودي ان اشير الى بعض القواعد والاصول التي ابني عليها هذه الابحاث طبعا هذه القواعد والاصول سوف لا اقف عندها جميعا لا لا وانما احاول اقسمها على مجموعة هذه المواقف التي سأشير اليها من الاصول الاساسية التي اعتقدها وابني عليها منهجيا وانطلق منها للبحث في هذه المسائل هي انه انا لا اعتقد بوجودي خطوط حمراء في الفكر والمعرفة الانسانية يعني لا يتبادر الى ذهن احد نقول هذه المقولة هذه القاعدة هذا الاصل هذا مسلم لا مجال للبحث فيه ابدا لا يوجد عندي شيء قد اغلق ملفه من الناحية الاجتهادية والمعرفية لا يوجد اي شيء اي شيء اعزائي حتى ابده البديهيات يوجد هناك مجال للبحث فيها من قبيل ما ذكرنا في نظرية المعرفة الاعزاء الذين تابعونا في ابحاث نظرية المعرفة بين الفكر الاسلامي والفكر الغربي نحن وقفنا مفصلا عند مسألة اجتماع النقيضين ممتنعون وهل ان هذه بديهية او انها ماذا ليست بديهية اذا اعزائي الذي انطلق منه هو انه اساسا لا توجد خطوط حمراء في المعرفة الانسانية وبطبيعة الحال اذا لا توجد هناك خطوط حمراء في منظومة المعرفة الدينية اعزائي سواء كان على مستوى العقائد سواء كان على مستوى الاخلاق سواء كان على مستوى الفقه لا توجد خطوط حمراء ليقول لي قائل اعزائي هذه ضرورة دينية هذه ضرورة مذهبية هذه مجمع عليها هذه مشهورة هذه مما تسالم عليها ومن هنا اعزائي اذا اراد احد اعزائي اذا اراد احد ان يناقش او يدخل في بحث علمي وفي نقد لهذه الابحاث عليه ان يلتفت من الان اذا قال الاجماع كذا والشهرة كذا والمسلمات كذا واصاطين العلم كذا كونوا على ثقة لا اعتني بكلامه لا من قريب ولا من بعيد لماذا؟ لانه بالنسبة اليها لم يثبت ان اجماع العلماء حجة لم يثبت ان اجماع علماء المسلمين اصلا ان اجماع علماء الاديان الالهية جميعها اعزائي لم يثبت ان الاجماع حجة لم يثبت ان الشهرة حجة لم تثبت عندنا ان الضرورات الدينية هي مطلقة بل الضرورات الدينية بتصريح جملة من أعلامنا يقولون أنها نسبية يعني قد تكون مسألة نظرية في زمان وتكون ضرورية في زمان آخر قد تكون ضرورية في زمان ونظرية ماذا؟ في زمان آخر إذن أعزائي إذا أردتم أن تدخلوا في بحث علمي وفي نقد علمي لهذه الأبحاث لا يتبادر إلى ذهنكم كما أستمع إلى بعض الأعزاء على الفضائيات على المواقع على ما يكتبون أعزائي هذا يريد أن يخالف علماء المذهب ثم ماذا؟ من قال بأن ما قاله علماء المذهب حجة ومن أصول الدين أو من فروع الدين حتى لا تجوز المخالف هذا يلزم هذا التعبير الفقه المتعارض هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد ومن قال لكم أن تأسيس فقه جديد باطل ولا يجود هذا لازمه مخالفة المسلمات من كلمات علماء الإمامية ومن قال لكم أن مخالفة مسلمات علماء الإمامية؟ أنا الذي أبحث عنه أعزائي في هذه البحوث وفي هذه المواقف هو الدليل أعزائي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فإذا لا يقول لقاء الشيخ الطوسي قال كذا المفيد قال كذا المرتضى قال كذا المجلسي قال كذا الشهيد الصدق قال كذا الطباطباء قال كذا فلان قال كذا أجمعت الأمة كذا أجمعت الطائفة كذا أجمع المذهب كذا هذه كلها من الناحية العلمية لا يمكن الاعتناء بها يعني في نظري هسا قد يكون آخر يعتقد بحجية الإجماع حجة عليه ولكن لا أعتقد نعم في كلمات هؤلاء الأعلام إن كان هناك دليل إن كان هناك برهان إن كان هناك استدلال انقل الاستدلال قل استدل الشيخ الطوسي على كذا عند ذلك نناقش ماذا نناقش الدليل نناقش الاستدلال نناقش البرهان ولا قيمة للإسم يعني النظر أعزائي إلى ما قال أما من قال فهذا لا يهمنا كثيرا إذن الأصل الأول الذي أنطلق منه أعزائي في هذه المواقف وفي هذه الأبحاث أنه لا وجود لخطوط حمراء في منظومة المعارف الإنسانية فضلا عن منظومة المعارف الدينية ولذا أعزائي ولذا أقولها صريحة لكم إن وجدت دليل في كلام الطرف المقابل سوف أجيب عليه في هذه الحلقات أما إذا وجدت استدلال مسلمات وكلمات وأما وجدت أنه هذا لازمه أنه خروج من المذهب هذا لازمه خروج عن الدين هذا ارتداد هذا ضلال هذه لغة العجزة هذه لغة الجهلة وإلا لغة العلم ولغة المنطق العلمي لا بد أن يأتي بدليله على ما يقول والحمد لله رب العالمين